السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تفوز بالحج والعمرة دون أن تسافر نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الكلام هنا للرجال وللنساء من المعلومة حبيبي أن تكاليف الحج والعمرة أصبحت أرقام فلكية يعني أغلب الناس ما يقدروش عليها لأدرين يروحوا يعتمروا ولا أدرين يروحوا يحجوا فمن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان عند العجز عن الذهاب للحج والعمرة أن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا أعمالا ناخد بها ثواب الحج والعمرة دون أن نسافر سبحان الله وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك أن نحن نقوم بالأعمال ديت ونترك الحج والعمرة عند القدرة عليهم مش ده المقصود إنما المقصود هنا أن الإنسان لو قادر يروح يحج ويعتمر يروح يحج ويعتمر وبرضه يعمل الأعمال دي عشان يستزيد من الثواب طب لو مش قادر يروح يحج ولا يعتمر يبقى ربنا عوضه بتلك الأعمال لأنه عجز عن الذهاب إلى الحج والعمرة فيقوم بالأعمال ديك فياخد نفس السواب بفضل الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أن الحج لمن استطاع إليه سبيل فإذا فهذا من كمال فضل ورحمة الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 كررها ثلاث مرات كلمة تامة لنتيقن يقينا أننا سنفوذ بذلك الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فيه مسألتين في غاية الأهمية المسألة الأولى أغلب المساجد يا شيخ محمود بتبقى مأفولة بعد كل صلاة طب نعمل إيه بقى من فرص بالأجر ده أبدا الأجر ما زال موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالإنسان كما قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم أنا رايح المسجد ونيتي أعود لحد بعد الشروق بتلت ساعة أذكر الله وأقرأ ورد الكرآن وصلي الضحى ثم أرجع إلى البيت والمسجد بيقفل بعد الصلاة مباشرة بكل بساطة وانا راجع أكمل أذكار أول أذكار الصباح واروح بيتي أجلس في المصلى اللي بيتي مثلا متعودين بنصلي في الغرفة الفلانية أو بنصلي في الريسبشن أو أي مكان أجلس في المصلى اللي بيصلي فيه وأعود فيه لحد دمئيه أعود أذكر ربنا وأقرأ الكرآن لحد بعد شروق الشمس بربع ساعة أو تلت ساعة ثم أصلي ركعتين الضحى وألف مبروكي كتب أجر حجة وعمرة تامة لأننا لم أستطع الجلوس في المسجد فاتقوا الله ما استطعتم طب والمرأة المرأة غير مطالبة أصلا بصلاة الفريدة في المسجد لو حبت تروح لا تمنع إيماء الله مساجد الله لكن لو حبت تصلي بيتها لها نفس أجر الرجل وهو يصلي في المسجد وهو جالس أيضا في المسجد كل اللي هي تعمله أنها تصلي الصلاة لوقتها صلت سنة الفجر صلت الفجر وجلست في مصلاها تذكر المولى عز وجل وتقرأ الكرآن لحد بعد الشروق بربع ساعة تقوم تصلى ركعتين الضحى ألف مليار مبروك خدت أجر حجة وعمرة تامة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هكذا نفوز بأجر الحج والعمرة دون أنه سافر لكن قلت لحضراتكم ده مش معناه أن يبقى معايا فلوس أروح الحج واعتمر وأبخل وما روحش لا ده المقصود هنا يعني أن من كان يذهب إلى الحج والعمرة وعنده قدرة وأراد أن يستزيد من الثواب فيفعل هذا يصلي الفجر ويجلس يذكر المولى عز وجل لبعد الشروق ويصلي ركعتين يكتب له أجر حجة وعمرة تامة واللي بقى مش قادر يروح فربنا أوجد له بديلا بفضل الله أنه يجلس بعد الفجر إلى ما بعد الشروق يذكر المولى عز وجل ويقرأ الكرآن ثم يصلي ركعتين الضحى وألف وبروك يكتب له أجر وحج حجة وعمرة تامة بفضل الله والمرأة تأخذ نفس الأجر وهي بفضل الله سبحانه وتعالى جمعان الله وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفدوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته